هذي كتر منه قريبا الواحد 25 يوم وعناء وصارع موت مع كوفيد نزيد علي هالحال تمحنت بزاق طاحت نفس الوقت معايا بنتي ومراتي السلام عليكم حوتي المغربة داخل وخارج الوطن المغربين معكم سعيد ناسيري هذي كتر منه قريبا الواحد 25 يوم وعناء وصارع موت مع كوفيد وهذا 15 يوم الآن كانت أقصى خمستاشر يوم كنتي وزاق حياتي لأنني نزيد علي هالحال وتمحنت بزاق لكن ما بغيتش نديرش ديكلاراسيون باش من نزيدش الهم على الهم خصوصا أن المغربة الآن كلهم تعيشوا مساكم في الألم وفي الضر المشكلة الكبيرة ما هو أنني مني طحت طحت نفس الوقت معايا بنتي ومراتي ولا تنترعد كنا ما قادرش حتنا نتكلم والصحفة كانت فاجئة أن بنتي حيث حاملة بشهرها الثامن صوروا معايا تقولوا لي خصدا بيحيدوا لي هالطفل من كرشها لأنها عند الكوفيد وخصحتها يتحيد لوليد قبل ما يوصل بنيتا قبل ما توصل لا قبل ما توصل 9 شهر مسكينة وأنا لا الحول لي ولا قوة كاربتاعش من بعد ما دهم سكينة هزت نوجة من الكليميك انترناسيونال الله يجزيهم بخير استقبلوني استقبال خاص ستا الله فينا دخلوني على الفور أنا وبنيتي ناسنا فما تقدرش تصوروا أنا بنتك حداك وقد أبدل السيزاريا وأنا بين الحياة والموت ولا أستطيع أن أحرك ساكينا لكن لكن من هذا الرأسي كان طيح لأن أنا جاني صعيب بزر وتموشوا لي بعد العروق هنا في الرياء وما بقت كن قضى مخرج حتى النافس ديالي فهمت بأن الدنيا ما كانت سواء لكن فقام ديالي كلينيك انترناسينا وما ليتعاونوا معها يا الله يجزيهم بخير ودالوا مجهود كبير من قطيب باعه ولزان كرميه وخصوصاً كان ضايرين بياه فتر من من عشرة ديالا افتصاصيين اللي مكلف بالقلب واللي مكلف بالبرياء واللي مكلف بالعياني ماسي وأنا خلال العناية المركزة هاد 15 بحت كلها دو وسط عناية جد مركزة لأن ما نقدرش نعيش بلا الأكسجن من ابنيتي صار اللي حاملة وقال لك السبابة تحيد البيبي وطلعوها قدامي باش يحيدوا لها البيبي جات الجيميكولوب واللي نخيفين عليها لي دوزلها حتى هي كوفيد لكن ربي سبحانه وتعالى تحفظ البنيتات والوليدات البيبي لكني مشكلة أنها مني خرجوا الميتة وققوا عندها حتى هي الانفلاماسيون طالعة قريبا 61% وخصة تمشي حتى هي العناية المركزة قالوا شوفوا الانفلاماسيون كيف أجعلها تكون فتشوفوا بنتك يلا حبكوها تعاني من السيزاريين وبنية بنتك فا حتى هي انافنا ماصيون رجلها ومراتب اللي هي حتى هي فيها كوفيد ولكن وقفات ما قدرتش تنميها في الدوليس هزت البنية بعد وحدة دي الصباح ومشاوتي قلبه على كنينك خاص بالأطفال باش ينقضوا البنيتة وانا كان سمعت شي وكل كان غديب كانت وامني الحمد لله بنيتي حيدة السيزاريين عاد قدروا يعطيوها الدوع باش تقدر انفس وقدروا يعطيوها هدوك ليه هدش باش 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 تحييب الكوفيد واحنا هقدر في الصباح مرتي قلسي قلنا الحمد لله باش تحييب الكوفيد هي على الأقل لمسكينا واقفة مجهد فين توصل حتى هي باش تشوفنا حتى طاحت باش تحييب الكوفاحت وصبحنا بثلاثة لتربعة يعني بنتي حدايا ديرس السيزاريين ومريدة بالكوفيد ومرتي حدايا مشبحها حدايا وما كان لحني الله رحيم إلا طبعة الحال الطقم التبدي هو الي واقف من البحث قلنا مشبحين بثلاثة وبنيتنا الصغيرة الحفيدة في في كلينك آخر عباها مسكينا أغز مؤلنا ودكتور هو الي كيمشي لعندها وقعد لها أمورها واللي نخيكم عليه حتى هو والد وقع له ماشي حاجة هذي الصدير أخوكم سعيد الماصيري واللي هنعود هاديكم ما بغيتش نقول لكم هاتشي في البيت اللي أولا ما قضرتش وتانيا ما بغيتش نزيد لهم هام لكن في نفس الوقت أنا فرحان علش فرحان فرحان لأنني ما شغير كان هذا أو لو كان عود على واحد مغربي خويا وقع له مشكل وكان قول للناس ما صحيح أنا قسمت الألم وهذا الداء مع المغاربة وحسيت بالألم أنا بغيت نقسم هنا الضحك والبسط والمحبة أنا بغيت نقسم معكم الألم وحسيت بالمغاربة مساكن التي عادي لا حيلة لهم ولا قوة وأنا جالس ما عارف ما ندير والدموع فعينية أه ورغم أن الدكتور كي يجي وقل لي خسك تكون ضحك وخسي يكون عندك الأمل لكن كتشوف ولداتك قدامك أش من أمل وفجأة جاواح الشاب لطيف جميل ما أفعش إنشاء ودخلها عندي ونحن نفح للشمر وقال لي يا خديشة دير التمر وقتسب وقال لي يا ساعد تا حبيبك وعزيز علينا كابلي بكل بيوت كل أمل ديالك وحتاج منه كنت ميراس وقال لي يا دجو من الرصاني من ملعي الشريف هاد شي اللي قدرت تعطيك في الأول عمر لي ممكن حسب لي أنه جست سرق الجست عادي أنه يقدر يطلع لي الأمل اللي بغيت نقول لكم أخوتي المغاربة لا يحفظكم واسيوا بعض يادكم لشتي واحد غادي ديالكم أمو مريض غير واسي وقل لي هذي يكون عندك بأس والله يشافيك أنا منيتي نخرج للكولوار وكأنشوف الناس في أشكي يواسيوا بعضياتهم فرحت قلت الله الله في هذه النقمة ديال هاد المرض ربي يزرع نعمة نعمة حب المغاربة لبعضياتهم الآن أعرفت قيمة الحب دير الخير لأن الخير هو اللي كيوقف أنا اللي بغيت نوصل لكم كلمة طيبة انسا هذا خيب ولا هذا مزيان كنتا مزيان خرجتك الزوين فيك وعطيه الخوك اللي إحدك بالكلمة الطيبة أنا الآن بغيت نتقاسم لهاكو بالقصة ديالي والحمد لله الآن أنا بديت كنتحسن وبني ذاتي بنوك يتحسنوا بالأمل بالحب ووقع القدم تشكرات ديالي هاد الكلينيك انترنسيونال وشكر خاص للدكتور بقجاجي الزوجة ديالي الدكتورة الزوبيدي أنا في الأول كي حساب لي غل حي تساعد الناصر ولكن قد أنها بناس كيتعاملوا مع الجميع بواحد طريقة جميلة جدا ولطيفة وبحب الله يجزيهم بخير لفراملية ديالما الله يحفظهم الليل ونهار وقابلي مني غير توقف لوكسيجين تلقاهم حذايا قلبوني ويشوفوا سخامة ديالي ويشوفوا بنتي ويشوفوا الله يحفظهم ايكيبات كل القيد ما كي نعسوش مساك دعوا مع أخكم سعيد الناصر دعوا لي مع ابنيتي دعوا لي مع مراتي ومع الحفيدة ديالي هذا محتاج للدعاء ديالكم وما لي جزيكم بخير الله يحفظكم لنا والله يحفظ لكم ولي ذاتكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم